أول ما يحصى من عمل في الأخرى بل خير الزادي ثاني أركان الإسلام أوجبها مولانا الهادي أوجبها مولانا الهادي هي أفضل عمل في الدنيا برد من حر الأكباد صيلة بالمولى ولقاء للروح أتت بالإسعاد آخر ما أوصى سيدنا أحمد بالأفضل إرشادي بل سم صلواتك كي تسعى وتنفذ بالأخرى برشادي بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك وأرحم الراحمين نمضي وإياكم في برنامج وصية النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة 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 اليوم أتحدث عن شعيرة الصلاة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أشد ما يربط الإنسان بدينه هو شعيرة الصلاة الزكاة لا تجيب إلا على من هو عنده النصاب والدرويش يمكن بعيش وبيموت وهو عم يأخذ زكاة وما بيدفع الزكاة وزكان عم يأخذ زكاة تسقط عنه فريضة الحج والصيام والصيام إذا كان الإنسان مريض لا يرصوم شو صفيان شهادة أن لا إله إلا الله وهذه الشعيرة هذه الشعيرة لا تسقط لا في سفر ممكن قصر بس ما بتسقط أيضا لا تسقط في مرض ما بتحسين على الوائف بتصلي على الأعد ولا تسقط في حرب حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحرب وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك ذلك لا تطلع من بيتك إلا متوضي في عندك استحقاق اسمه اسمه الصلاة 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 لذلك أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة شو ساوى عمر المسجد من أجل إقامة هذه الشعيرة الله يهني اللي عنده ركن في البيت واجعلوا بيوتكم قبلة عنده زاوية هيك بين الكنبة وبين الحائط عامل هيك زاوية في أخوان كرام أرسلوا إلي صور في رمضان هيك مزينين بيوتهم وعملين مثل المحارب بشان الأطفال اللي عندهم من أجل أن يعني بهجة رمضان ويصلوا ممكن ما لهم هني بهالبلاد لم يتح لهم أن يأتوا إلى هذه المساجد شكوروا الله أخوان الكرام والله شكوروا الله على نعمة السكنة بالشام ما حقلكون لا بسويد ولا بألمانيا أخوان الكرام من غير محافظة شاهدون قال لي يقسم بالله العظيم يعني شو أستاذ قال لي ما في ولا ربع ولا عشرة في المية مما هو عندكم يعني إذا بدأت شم وشم موجود بحلب فقط ما هون الشام قال لي هون دائرة مئة متر مئة متر مئة وخمسين متر هون ختم الإيمان ختم جامع بعيرة ختم كل المساجد ممتلئة هذه شعيرة شكوروا الله عز وجل طيب إذا عم تفوت تحمل حالك تطلع بعد أربع ركع أو بعدد من ركع أدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحان الله نبي عليه الصلاة والسلام طبعا بإيحاء من الله وبإذن من الله شورع الأذان الأذان اللهم أكبر الله أكبر كل ما كان لم أدن صوته حلو كل ما خل الناس تحب الله أكثر تندرس بهذه المدرسة بالخمسة وتسعين وستة وتسعين من زمان كان فيها طلاب غير مسلمين لما يسمعوا صوت الأذان وكان عنا مؤذن صوته شجي ساذ رضوان عريجي الله يذكره بالخير الآن يعني في غير هذه البلاد صوت يؤذن على مقام النهواند وأنا وقف احتراما للأذان شو هاد لك شو هاد ايه هذه الشعيرة وبعدين لما الناس دخلوا في دين الله أفواجه صارت تشاد المساجد والمساجد صارت لها منارات يا سلام وهل المنارة صارت مضاءة شلون ما مشيت بتعمل هيك جامع الله بيشوف الإضاءة بيقوم بيصلي على النبي بيقوم بيذكر الله بيقول لا إله إلا الله مساجد نحن بالشام في سبعمائة مسجد سبعمائة بين الجامع والجامع شوفي عنا بس بدا نفوت نصلي ونعمرها المساجد بعمارها السر بالسكان ولا بالدكان السر فيكن كان الشيخ أحمد كفتارو في آخر أيام حياته قبل ما يموت من تشهر كان الجامع يعني بآخر اللمسات فيكون عم يصلي بأبو النور وأنا أنزل بكير لهم بعد الصلاة آتي فيمر فالله يزيل خير السائق اللي معه يوقف قال له سيدنا هون لا لا باشا في هذا استاذ الملة يوقف اللي يا ابني السر بالسكان مو بالدكان السر بمن يصلي السر بالإهمام السر بالخطيب السر بال بالمصلين وأنا دائما أفتش عن المؤذن اللي صوته حلو لأنه هذا بيجيب إيش والله بيجيب ناس في واحد بيقول لك شو هاد شو الأدان شو الأدان أحد أخواننا المؤذنين موجود في أحد البلاد الإسلامية فدام بيته جامع هو يعني سوري صوت صوت بيخلي بيخلي الإنسان يذكر الله فهو إذا كان موجود هناك يعني بيفوت بيقدين وبيقوم لهم الصلاة بأول رمضان ظاهر راح سافر رجع هيك ثلاثة أربعة رمضان عملوا لك الإمام وينك قال له أنت الواحد إذا بيسمع صوتك بيكون يهودي بأسلام الله الله عز وجل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شرعي الأذان ورؤيي في المنام أحد الصحابة شاف بالمنام ومنهم سيدنا عمر الأذان قال علمها بلال قال له علموا كلمات الأذان لمين لسيدنا بلال فإنه أندى منك صوته الإمامة إلى ناس الأيام بتلاقي شيخ جليل مكانة عالية دكتوراه بيخطوب بيهز الناس بس هذا ما بيطلع بيده أنه يئم الناس الإمامة الإمامة هي سبحان الله هذا توب كل شي توب بهالحياة وكل إنسان الله بيلبسه التوب بيعينه عليه قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم يوم القيامة ذلك هذه الشعيرة جعل الله المشي إليها ثواب تطلع من بيتك اشتغل العداد وكل ما كان البيت بعيد أقبض سبحان الله بتروح من غدى إلى المسجد غدى في الصباح أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدى أو راح وفي الحديث أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى الحديث متفقون عليه نحن الآن الثقافة يعني عند أهل الشام أخي وين بتصلي والله قدام البيت هاي مو ثقافة ونحن على فكرة أخواننا الكرام الشام صغيرة شام يلساتها على الطراز القديم الشام الشام بتبلش من المزة بتخلص بالعدوي هاي هي روح من المزة للعدوي خمسة وثلاثين دقيقة مشي يعني انت إذا بدك تجي من المزة لهون بن الصعب تصال في بلاد الطول تبعة مئة وثلاثين كيلو متر جد بالطول ستين كيلو بالطول طوال هو بالطول تلتعش إن شاء الله يعني قريبة وين ساكن بالمزة هاي لحشة حجر الإنسان عندما ينوي يعني بيشوف البعيد قريب كان الحجاجي الذين يأتون من سمر قند طاشكند لما يسألوا ويدخلوا من باب الهوى دخلوا لدمشق قولوا لبيك اللهم لبيك وصلوا للمدينة يرونها قريبة قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح وكلما كان المسجد كبير والمصلين كتار كلما كان الثواب أكبر سبحان الله شيء في نفس الإنسان إنه لما بيشوف الناس بيتحمس هلأ لدي يسباح نزلوا له واحد قبل منه شجعوا بتشجع لما بيكون في امتحانات شفوية يجي واحد يطلع اسمه ويقول له الأستاذ الله يوفق خليه واحد بدلا مني يعني قبل مني قبل مني لهذا يتشجع شجعوا لما يشوف الناس واقفين كان عمري عشر سنوات كنت أصلي في أحد المساجد كان سيدنا الشيخ بشير الباني يصلي فيه ويقرأ جزء شيخ بشير عمره كان وقته سبعين سنة وأكتر أنا بقول بس يخليص الشيخ بشير أنا بوقف شيخ بشير يضل للعشرين والرجل المسن سبحان الله الإنسان تتقوى همته بالناس لما بننزل من عرفة مزدلفة ميناء فوت على الحرم لك صرنا يومين منايمين لكن لما بتشوف الحجاج وكل يات وعمم عم يطوف طواف الإفاضة سبحان الله بيتجدد النشاط مرتان أخرى الله يكتب لكم حج هذا العام أقوله آمين آمين ومن يسمعنا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده نحن نحن نحكي عن الشعيرة وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ثلاثة أكتر ذلك كتر الجماعة يا رب يكي تحافظوا على صلاة الفجر أنا هيكي كتير بكون متفائل بالعشر الأخير يصير الناس يار منحمسها ومنحفز الناس تلاقي بالعيد ما عم يناموا لسه ما زبط الدوزان تابعون قول ما شاء الله أول أسبوع فرط نص الأمة بعدين هيك شوي شوي آخر شوال بتتفلتر الأمة بترجع أبديت دغري قبل شعبان كانو شي ما صار قول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وأعظم الصلاة هي الصلاة في المسجد الحرام الصلاة في المسجد الحرام أثواب ليش لأنه مئة ألف وفيها ناس أكثر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجد هذا النبي عليه الصلاة والسلام الله يكرمكم بالصلاة في مسجد رسول الله المدينة سكينة والمدينة أنس والله الواحد مهما دفع ورعى المدينة أنا أقول لهم مهما دفعت وصلت للمدينة أنت الربحان لأنه ما تقف شو بتقف أنت سعادة سعادة أنس أنس أجر أجر ثواب ثواب حب حب وصل وصل هيك تقف أمام المواجهة الشريفة وتسلم على رسول الله إلا كفتني كفتني خلاص يلي دفعتهم كل آتهم معوضين الله يطعمكم زيارة النبي جميعا مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومن عظمة هذه الشعيرة ومن ثوابها الكبير أن يبدأ الإنسان ويحصل تكبيرة الإحرام لا تفوته كان سعيد ابن المسيب أحد فقهاء المدينة السبع يقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ عشرين سنة عشرين سنة وما فاته تكبيرة كلام مصبوطها لا تفكر لا عنده سفر ولا صين ولا محلات ولا أوم فرغ للعلم طيب سيدنا نحن خلينا صلاة الفجر ما تفوتها تكبيرة يوم متأخير يوم يعني أيضا أخواننا الكرام من شعيرة الصلاة قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تحب تسمع القرآن صلاة الفجر ليش الله سمى صلاة الفجر فجر سمى قرآن إن قرآن الفجر قرآن الفجر لأن الإمام يتلو ويزيد ويزيد في التلاوة ويرفع صوته بكتاب الله من شيء ثلاثة أربعة أياما أطعت الكهرباء ونحن كنا عم نقرأ بصلاة الفجر من أعظم وأمتع وأطيب التلاوات لما تنطفئ الإضاءة أحصونا بقى الإضاءات والجوالات والحكي والبنهار ومدري إيش بتعود إيك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا لذلك ومن يعظم شعائر الله هل هو وقت الصلاة هلا من اللحة الركعة مع الإمام هلا والله الله يزيهم الخير في ناس بتلاقي بيهتم بالمادنة تبع الجامع أنا بوصيكم أخوان الكرام اهتموا بالمساجد اهتموا بالمساجد هاد يهتم بالمحارة وانت بالطيب وهاد بالإنارة وهذا بالمئذنة والتاني بالموضع هذا بيت الله انت لما عم تكرم المسجد عم تكرم نفسك يوم القيامة شلون لما انت بتطيب بيتك يعني أمام الناس هذا بيت أرحم الراحمين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دخلت لمسجد بأحد البلاد بلاد الله الواسعة شفت لا رمضان ولا هم يحزنون عاملين برادات على اليمين وعشمال وحاطين المي تبع العبوات عطشان خود ما بدك تشرب مهنيك ليه يقول لك هذا ضيف مين ضيف الله بس نحن هون المشكلة تبعنا يعني بدنا شوية الثقافة منصير يأتي واحد بضبهم ويأخذهم سأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباد الله المقبولين سأتحدثون باب الطرفة في كاميرات في المسجد وعندي آخر شيء الكنترول كله بسطفة قاعدة نرى بعض صلاة من الصلوات كان لدي علبة محارم هنا لا يوجد المحارم يطيرون أخوان الكرام يحبون أن يتباركوا بالمحارم للشيخ بعد الصلاة لم أرى أخي الله على الكاميرا يأخذ 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 أضعهم بالكيس رد تاني يوم أشهدوا أن لا إله إلا الله بعدين طلعت لعنده مرحبا أبو فلان المسكين يعني توضى يمكن بالمي لا أعرف إذا كامل قلت له ما هو هدون قال لي هدون البركة أنت بدك تجيب للجامع لا بدنا نعود نحكي كل شيء الله يجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة هذه ليلة 12 متى ما عشر رمضان يمضي رب لا تقبل منا بسر الفاتح أول ما يحصى من عمل في الأخرى بل خير الزادي ثاني أركان الإسلام أوجبها مولانا الهادي أوجبها مولانا الهادي هي أفضل عمل في الدنيا بردء من حر الأكباد صيلة بالمولى ولقاء للروح أتت بالإسعادي آخر ما أوصى سيدنا أحمد بالأفضل إرشادي تلزم صلواتك كي تسعد وتفص في الأخذ